اه بتعرف انه النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي مستمر يعني ايه يعني اسمعنا عن اسماء اندية كبيرة جدا جدا ولكن الاندية دي راحت وطمصت ما نسمعش عنهم حاجة مش عارف نادي ايه ونادي ايه كلها اندية خدت البطولات الافريقية ولكن النادي الاهلي باق من 82 لغاية دلوقتي من اول انشاء من اول انشاء البطولات الافريقية لغاية دلوقتي انبارح اللقب اللي توجنا بيه كان اللقب 151 في 117 سنة هي عمر تأسيس النادي الاهلي لشان كده النادي الاهلي بيصبح اكتر نادي في العالم تتويجة للبطولات تيجي تقولي النادي الاهلي تيجي تقولي اسلل النادي الاهلي ده والله العظيم يا جماعة عندما نتكلم نتكلم بفخر وبحب ومن قلوبنا لان النادي الاهلي تعلمنا فيه كل حاجة حلوة والنادي الاهلي لما بنقول مجلس ادارة عفوا لما بنقول مجلس ادارة محترم احنا ما بنطبلش لما بنقول ان احنا واقفين في ظهر مجلس ادارتنا احنا عارفين كويس جدا احنا بنقول ايه لما بنقول لان احنا بنشوف حاجات وانا هنا بتكلم عن قناة الاهلي احنا بنشوف حاجات يا جماعة بتحصل وامور معقدة بيتم حلها من خلال مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود يبقى الله يرحمه العمري فاروق يبقى الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي يبقى امين السندوق الاستاذ خالد مرتجي يبقى الاستاذ طريق انديل يبقى الاستاذ الدكتور محمد شوقي يبقى كابتن حسام غالي يبقى دكتور محمد صراج يبقى استاذ محمد الجرحي استاذ محمد الضماطي الاستاذ محمد الغزاوي مية عاطف كل هؤلاء والله الناس دي بيتموت نفسها علشان حضراتكو تبقوا مبسوطين دائما عندما اتكلم عن مجلس ادارة النادي الاهلي اقول ايه ان احنا عندنا جامعية عمومية بتعرف تختار مجلس ادارة ليقود النادي الاهلي ليقود النادي الاهلي عشان كده بقول لحضراتكم جمهور مجلس ادارة محترم ومشرف على الكورة عارف هو بيعمل ايه مع جهاز فني ولاعبين على اعلى اعلى مستوى يظل دائما فيهم النادي الاهلي ايه ايه ملك افريقيا اشتركوا في القناة